تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة موقف المصريين الستة الذين تم احتجزهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية وقد تواصلت السفارة المصرية في ترابلوس مع الجهات المعنية الليبية لتدخل من أجل إطلاق صراح المواطنين وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وذلك لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج